قناة موسوعة علوم كامبرج ترحب بالطلاب وتضع الجميع للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد لا تنسى اللايك والتعليق بما تريده في الفيديوهات التالية على اساس اللي احنا نوفرك مادة تعليمية مناسبة ليك بكم نرتقي بكم نرتقي ويلا بينا على الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنحل مسألة رقم اربعة دي في المقاومة النوعية مسائل متقدمة بكتاب النشاط مسائل متقدمة المقاومة النوعية بكتاب النشاط صف الثاني عشر بيقول غشاء رقيق من الكربون يشتعد المقاومة ده اتجاه الطيار جايب لي ارقام هنا طول وعرض وارتفاع والطيار داخل من هنا لو الطيار داخل من هنا يبدأ الطول يبقى ديو دي مساحة المساحة اه اللي احنا بنبقى عاوزينها المساحة العرضية او مساحة المقطع العرضي لو الطيار داخل من هنا هيبقى ده الطول هيبقى ده الطول ودي مساحة المقطع العرضي تمام؟ اه المقاومة النوعية للقربون عندنا اللي هي ادي الروم طالما داخل من هنا يبقى الال بيسوي تمانية في عشرة قصونايس ثلاثة. طيب. والمساحة عندنا دي في دي. طبعا بنضرب دي في دي دي بالملي دي 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 نهلها عشرة قصونايس ثلاثة. عشان نحاولها متر. ودي ايه? عشرة قصونايس ثلاثة. يعني ايه تلاتة عشرة قصونايس ثلاثة. ضرب صفر فاصل صفر صفر واحد. فعشرة قصونايس ثلاثة. يبقى عوز الار. الار بتساو روء ال على الايه? اوض بقى. عندك الرواه ايه? خمسة. في عشرة قصونايس ستة. عند الايه ايه? تمانية. في عشرة قصونايس ايه? تلاتة. عندك الايه? اللي هو حاصل ضرب الاتنين دولين كنت طلعتهم اكتبهم. ما كانش اكتبهم هنا. تلاتة في عشرة قصونايس ثلاثة. في صفر فاصل صفر صفر واحد. في عشرة قصونايس ثلاثة. يلا بالحسبة كده. بتطلع التلاتة اشرة ايه? ايه? خلي بالك مسألة بقى. هو عاوز يطلق يدخل الطيار من هنا. يبقى ده طوله اهو. طوله اهو اعرفه. واحد من الف هتضرب عشرة قصونايس ثلاثة. والمساحة المقطع العرضي دي ضرب دي. التلاتة في التمانية بعد ما اضرب دفع عشرة قصونايس ثلاثة ودفع عشرة قصونايس ثلاثة. اهو يتم تغيير تجاه الطيار بحيس يدخل من وجه العلو للغشاء ويخرج من الوجه السفلي. تمام? يبقى ساعتها الال. هي زي ما انا قلت لك كام? صفر فاصل صفر صفر واحد اضربه في عشرة قصونايس ثلاثة هتبدو الطول. ومساحة المقطع هتكون اللي هي تلاتة في عشرة قصونايس ثلاثة ضرب تمانية في عشرة قصونايس ثلاثة. وانطبق القانون قارب تساوي ايه? قروق اللي على الايه? قروق احنا كنا جايبينها خمسة في عشرة قصونايس ستة. والقل اللي الجديدة بقى ما اتغيرت. في عشرة قصونايس ثلاثة. على حصل ضرب الاتنين دول لو ما كنتش ضربتهم اكتبهم هنا واضربهم. تطلع ارجي دي ده خالص مختلفة. اتنين. فاصل واحد. في عشرة قصونايس ايه? ستة. طيب تعال نشوف المسألة خمسة. المنصهر دي عما تركبه في قابس. مسلاس ده بابيس. مقاومة من السلك المصهر. دي المقاومة بتاعته. ما فيش فيها مشكلة اهدو الطول. احنا اضربه في عشرة قصونايس ثلاثة عشان يبقى بالمتر. وهدي المقاومة النوعية. عاوز القدر. انت ممكن تجيب نصف القدر. تجيب الايه الاول. تجيب بقيمة الايه? الايه? ان عندنا القانون اصلا ار بتساوي قروه الايه? يبقى الايه? الار تنزل كده واللي تطلعها كده. يبقى الايه? الار. 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 والرو عندنا اهيه? اللي هي واحد فاصل اربعة خمسة. فعشرة قصونايس ايه ستة. في الار. خمستاشر في عشرة صنايس ثلاثة على الار اتنين من عشرة. بتطلع معنا. واحد فاصل واحد. في عشرة صنايس ستة. تجيب الايه? بتساوي بغاية ار تربيع. فيه قانون تاني ممكن تعمله اللي هو بغاية دي تربيع. على اربعة. على اساس ان دي هي القطرة على طول. تبقى دي هي قطر. ينفع? ينفع. او الار تجيب نصف القطر وبعدين تضرب في اتنين. واضح? هنهجيبها منطرية القطر. هتلاقي دي تربيع بتساوي اربعة ايه على باي. يبقى دي اللي هي القطرة على طول. دي القطرة على طول يا اولاد. جزر اربعة ايه على باي. يعني جزر. اربعة في واحد فاصل واحد في عشر السلب سبعة. على ايه? للباي بيديك القطر مباشرة. تلاتة فاصل سبعة. عشر سناسة اربعة. طبعا ايه? متر تربيع. هبتجي من ان دي هي دي اللي هي يا استاذ? دي ان المساحة بتساوي باي ار تربيع. دي نصف القطر. وقلنا ان المساحة باي دي تربيع على اربعة. دي 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 اتنين ار. اتنين ار. تربيع على اربعة. هتبع ايه? اربعة باي ار تربيع على اربعة. تديك نفس الاجابة دي. ده يعني لو انت حبيت اللي انت تتعامل علىها كقطرة فتحفظها باي دي تربيع على اربعة. طبعا كتاب النشاط والكتاب اشار لها اكتر من مرة. ممكن تعرف ان المساحة على طول باي دي تربيع على ايه? اربعة وتتعامل معا. نيجي للمسألة ستة سلكان ايه وبي. هدي سلك ايه وبي. يطبق موسانع على التوزي يعني الجهد بينهم متساوي. الجهد دي بيساوي جهد دي. هو هنا فعلا اكدها يعني بيساعدك ان الجهد لهم ايه? نفسه. ودي المقوة النوعية لل ايه? ودي طوله ونص قطره. ودي البي طوله ونص قطره. ويجايب لك معادة المساحة اللي هي برضك باي ار تربيع. عاوز الفرق بين مساحة المقطع ايه? لساحة المقطع بي. طبعا انت اما تكتب القانون ار بتساوي رو. اللي على ايه? انت عاوز تجيب ايه? المساحة لال ايه? على المساحة الى البي. طبعا المساحة دي بتطلع فوق دي بتنزل تحت روه اللي على ايه? يبقى تساوي? دي طرد يعني دي روه بتاعة الايه والالي بتاعة الايه. روه بتاعة البي والالي بتاعة البي. الايه تبقى عكسي ايه بتاعة البي. في الايه بتاعة الايه. روه بتاعة الايه? وروه. وروه بتاعة الدية باتنين روه. فيه. الال بتاعة الايه بال. هنا بنص ال. ضرب. والرو بتاعة البي. الايه بتاعة البي اللي ها باي ارتربية يعني باي باي ار تربيع يعني اتنين ا nossas روه. على هنا باي ار تربيع بتاعة الايه? النص دي بتروح معاليتين والروه مع الروه اللي معاليت ده كل ده راح والباي راح يطب مع ار باي والاء ار تربيع يبقى اتفضل هنا كم? يعني ر اي على اربعة الى واحد. ممكن تجيب نفس الطريقة. المقاومة السلك بنفس الطريقة. يعني. هتعملها هنا ايه? يبقى ر اي على ار بي. من هنا? هنا رو اي. اللي اي. رو بي. اللي بي. هنياكس المساح. ار بي. اي. بتاعت البي. في الاي. بتاعت الاي لانها بتكون عكسي. وي اتطبق زي ما طبقنا هنا. الرو بتاعت الاي? برو. والتانية باتنين نرو. في ال ال هنا بل. هنا بنص ال. الاي? الاي هنا. زي دي بالزبط بس دي احنا عادي تشوفها تعديل اي اللي احنا عملناه هنا. مش مزبوط لو في. اه الاي اللي هي اتنين ار وكل تربيع. هنا على ار تربيع بتديك ناتج ايه? اربعة. طب احنا هنا ايه? كانت هنا فيه المفروض ار. المفروض هنا ايه? ال ار. يعني كل ده ما كانتش يعني اللي لازمة بصراحة هنا احنا واحسن دي ال ار بس دي مش هستخدم حدك قانون وانا جيب لك استخدمه من القانون ده وبس. راش حاجة اسفين هي دي بتاعت دي. نرجع لها. يعني المساحة هنستخدم المساحة هنا على طول. المساحة اللي ادامنا ديت. يعني الاي بتاعت الاي. مساحة الاي على مساحة البي. الاي اللي هي المساحة بتاعت الاي على المساحة بتاعت البي. ان هي باي ار اه اي تربيع. هنا باي ار بي تربيع. البيض بتروح مع بعض. الار بتاعت الاي ار تربيع. هنا الباي بتاعة البي اللي هي اتنين ار ايه تربيع هتبقى واحد على الر تمام خلاص نخلي بالنا بس احنا كنا هنستخدم المعادلة دي على طول اما حلنا لديه هو ده الطيار عكس المقام يعني الجوه دي سابت في سابت يعني الفي بيساوي ايف اخر يبقى الاي بتتناسب عكس مع الاخ يبقى يبقى اغي اي على الاي بي بتساوي ار بي على ار اي يبقى بنائكس الكلام ده يبقى واحد على اربعة وتبقى خلصة شدة الايه الطيار من المعروف والشكر الجزير للطلاب الاوفياء دول الطلاب اللي هما عندهم نوع من الاستمرارية عندهم نوع من الصبر في التعلم اللي هما رغبين في التعلم جيد التعلم جيد دول الطلاب دول اللي ما بينسوش معانا الاشتراك وننسوش اللايك المشاكل الفيديوهات حتى تتعلم المعرفة اللي يبدو دينا فاراءهم جنا على اساس اللي ننربيه الجامعة على الوطن اشتركوا في القناة